تجددت غارات النظام السوري اليوم على الغوطة الشرقية رغم قرار تبناه مجلس الأمن الدولي مساء أمس بطلب هدنة من دون تأخير في معقل فصائل المعارضة المحاصر حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنه قد استؤنفت عند الساعة السابعة ونصف صباحا الغارات الجوية بغارتين في ضواحي دومة في الغوطة الشرقية حيث قتل نحو 500 مدني خلال سبعة أيام من القصف